نحتاج لمعرفة معكوس ومحور التماثل لهذا الرسم البياني وتقوم فكرة حل المسألة على مدى فهم كلمة يعنيه المعكوس ومحور التناظر كنوع من استرجاع المعلومات فإن القطع المكافئ يبدو هكذا والمعكوس عبارة عن أقل نقطة هنا هذه إذن هي أقل نقطة هنا لما سأل القطع المكافئ المفتوح الأعلى فإذا كان القطع المكافئ مفتوح للأسفل فستكون النقطة الأعلى هنا ومحور التماثل عبارة عن الخط الذي يمكنك عكس القطع المكافئ حوله وتماثله إذن هذا هو محور التماثل وهذا إنعكاس الجانب الأيسر على طول المحور ونفس الشيء إذا كان القطع المكافئ مفتوح للأسفل والطريقة العامة لإضاحة الاختلاف بين القطع المكافئ المفتوح للأعلى والقطع المكافئ المفتوح للأسفل هو أن هذا يمكن أن يكون له معامل موجب وهذا يكون له معامل سالب وسنرى هذا بتفصيل أكثر دعونا نقوم بهذا الآن من أجل إيجاد المعكوس هناك طريقة سريعة لكنني لن أقوم بعمل هذه الطريقة لأنها لن تخبرنا شيء عن كيفية عمل هذا لكن سأريكم الحل وسنقوم بحله على مهل وبطريقة بضيهية دعونا إذن نفكر في كيف يمكننا إيجاد النقطة الأدنى والأعلى لهذا القطع المكافئ إذن أبسط طريقة يمكنني إيجاد هذه النقطة هي إكمال المربع دعونا نقوم بخطوة واحدة ومن ثم نقوم باستخراج العامل إذن Y تساوي سالب 2 مضربة في X تربيع ناقص 4 X ناقص 4 وسأضع سالب 4 خارج المربع ومن ثم سأقوم بإكمال المربع الآن إذن سأقوم بإكمال المربع وسأختار الأعداد هنا لدي X تربيع ناقص 4X وإذا أردت أن أكون مربع كامل إذن سأضيف موجب 4 هنا فإذا كان لدي موجب 4 ستصبح لدينا مربع كامل ويصبح X تربيع ناقص 2 لكل تربيع ونصف هذا العدد سأخذ نصف هذا العدد سيكون 2 وسيكون الناتج موجب 4 لكنني لا يمكنني أن أضيف موجب 4 إلى طرف واحد من المعادلة إذن هنا لم أقوم بتغيير المعادلة لذا أضفت 4 ومن ثم طرحت 4 إذن أضفت 0 في هذه المعادلة لكن ما هو مسموح القيام به هو توضيح هذا الجزء كمربع كامل يصبح لدي X تربيع ناقص 4X زائد 4 وهذا ما يساوي X ناقص 2 لكل تربيع إذن تساوي X ناقص 2 لكل تربيع ثم لدينا سالب 2 في الخارج لدينا سالب 2 في الخارج مضروبة بكل شيء ثم لدينا سالب 4 هكذا سالب 4 من ثم سالب 8 هذا الشيء والذي يمكننا ضرب السالب 2 مرة أخرى إذن Y تساوي سالب 2X ناقص 2 مضروبة في 2 لكل تربيع ثم هذا يساوي زائد 16 والآن كل ما قمت به مجرد ترتيب جبري لهذه المعادلة لكن هذا يسمح لنا بالتفكير فيما هي النقطة العليا والدنيا لهذه المعادلة هذا هنا دائما موجب إذن هذا هنا دائما سيكون موجب لكنه مضروب بعدد سالب فإذا نظرت إلى السياق الأكبر فسيكون سالب دائما سيكون سالب دائما والأكثر إيجابية هو أن هذا العدد يتكون عندما تضربه بسالب والأكثر سلبية هو أن تكون هذه العبارة الأكثر سلبية تكون هذه العبارة كلها فإذا فكرت بهذا أنه سيكون قطع مكافئ مفتوح للأسفل إذن سيكون لدينا معامل سالب والنقطة العليا على هذا القطع المكافئ المفتوح للأسفل هي عندما تكون هذه العبارة صغيرة قدر الإمكان وكلما كبرت أكثر ستضرب بعدد سالب ومن ثم نطرح منها 16 فإذا كان هذه العبارة تساوي السفر بالتالي يكون لدينا أعلى قيمة لواي وهي 16 إذن كيف يمكن أن نحصل على X تساوي السفر إذن طريقة الحصول على X تساوي السفر دعونا نقوم بهذا هذا ما يحدث عندنا X ناقص 2 تساوي السفر وX تساوي 2 تكون العبارة فعندما تكون العبارة X تساوي السفر يكون Y عدد سالب وبالتالي تساوي 16 Y تساوي 16 هذا هو المعكوس هذه هي النقطة العليا وقد علدنا السبب من خلال الجبر إن القيمة العليا التي يمكن أن تأخذ هي 16 بعيدا عن 2 في الاتجاه الموجب وهذا المقدار الموجود هنا يمكن أن يكون موجب لكن عندما نضربه سالب 2 سيصبح سالب ويطرح منه 16 وX تساوي 2 إذن المعكوس هنا هو X تساوي 2 في الواقع دعونا نقول أن جميع هذه القيم إذن هذه لدينا 2 و4 و6 و8 و10 و12 و14 و16 إذن المعكوس هنا هذه النقطة المطلقة العليا لهذا القطع المكافأ ومحور تناظر سيكون متعامل مع خط X على طول الخط العمودي وتكون X تساوي 2 هذا سيكون محور تناظره أو تماثره والآن إذا كنا نرغب بمزيد من النقاط لأننا نريد تعيين هذا يمكن أن نقول X تساوي 0 حسنا ماذا سيحدث عندما X تساوي 0 بالتالي Y تساوي 8 لدينا 1 و2 و3 حسنا هذه 2 2 و4 و6 و8 هذه هنا هذا هو محور التناظر وبالتالي ستكون Y تساوي 8 وX تساوي 3 إذن القطع المكافأ سيكون حاد وضيق وسيبدو هكذا بينما هذه هي أعلى النقطة الآن قلت لكم أن هذه طريقة البطيئة وإذا أردت طريقة سريعة ومعقدة للمعكوس فهناك صيغة يمكن اتباعها عن طريقة اتباع نفس الأسلوب الذي كنا به والمعكوس أو أن X صيغة المعكوس أو قيمة محور التماثل X تساوي سالب B على 2A إذا طبقنا هذا هذه ستصبح الصيغة وأريد أريكم بدهت سبب وجود هذه الصيغة لكن إذا قمت بتطبيقها بهذا التعقيق سنحصل على ما قيمة B إذن X تساوي هنا سالب سالب 8 على 2 ضرب A على 2 ضرب A وA تساوي هنا سالب 2 أيضا سالب 2 فكم تساوي هذه تساوي سالب 8 على سالب 4 أي 2 حيث أنه يعادل ما حصلنا عليه ما حصلنا عليه وهو 16 نفس الناتج هنا إذن ستكون النقطة هي 2 و16 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة